باهتمام كبير يتابعون في إسرائيل إسقاط إيران طائرة تجسس أمريكية من دون طيار فوق مديق هرمز والتقارير عن إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بشن هجوم أمريكي ضد إيران في اللحظات الأخيرة رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو الذي أوعز لوزرائه بالصمت وعدم التعليق على حادثة إسقاط الطائرة الأمريكية تكفل هو بالأمر وطالب متوسطا العالمين الإسرائيلي والأمريكي الدول الأخرى بدعم الولايات المتحدة في مواجهة إيران في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة زادت إيران من عدوانيتها ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد المجتمع الدولي أكرر دعوتي لكل الدول التي تريد السلام والأمن من أجل دعم واشنطن في جهودها ضد العدوانية الإيرانية التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن ترامب لن يستطيع ممارسة ضبط النفس لكنه في المقابل قد يذهب إلى رد ركيك قد يؤدي إلى تصعيد لا يرقى إلى مستوى المواجهة وهذا ما يقلق إسرائيل بسبب خشيتها من تحولها إلى إحدى ساحات هذا التصعيد بسبب التحريد الذي تمارسه ضد إيران التقديرات الإسرائيلية تفيد بأن الإدارة الأمريكية لا تستطيع ضبط النفس لكن الفهم في إسرائيل أن ترامب موجود في فخ فمن جهة يصرح بأنه غير معني بحب ومن جهة أخرى لا يستطيع عدم الرد لذلك يقدرون بأن الرد سيكون مدروسا ولا يجر إلى مواجهة شاملة في المنطقة الزوية الإسرائيلية للتصعيد في الخليج هي الخشية من سيناريو أن تعطي إيران توجهات لتنفيذ ضربات ضد إسرائيل لأنها تريد أن ترسل إشارة للولايات المتحدة بأن أي عمل هناك سيكون له ثمن وسيشعل المنطقة وفيما أشار مراقبون إلى أن إيران تمثل خطرا على إسرائيل لأن لديها استراتيجية واستعدادا للقتال مقابل رئيس أمريكي يبدأ تهديداته بتغريدات نارية وينتهي باتفاق لا يختلف عن سابقه أو بأزمة مستمرة لفت آخرون إلى أن إسرائيل طرف في القصة فهي تدفع إدارة ترامب إلى مواجهة مع إيران وإذا وصلت الأمور إلى مكان غير جيد ستعد إسرائيل مسؤولة وبالتالي هدفا لصواريخ دقيقة لذلك فإن مشكلة السير على حافة الهاوية تكمن في فقدان السيطرة